أهلا بحضراتكم من جديد والخبر البارس دلوقتي على السوشيال ميديا بالتأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي يلبي دعوة نادي الزمالك غدا ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين الكبيرين يمكن بعد ظهر اليوم النادي الأهلي وفي خبر رسمي تم نشره على الموقع الرسمي للنادي الأهلي وعلى صفحة النادي الأهلي على الفيسبوك مكتوب يقوم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب غدا الاثنين بزيارة نادي الزمالك تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تأتي هذه الزيارة الودية ترصيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجميلهما العريقة على مر العصور والأجيال كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي رحمة الله عليه ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل الجديد بالذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائما حاضرة في كل زمان ومكان وكلاهما يحمل تقديرا كبيرا للآخر بالرغم من المنفس الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومسندة كل المنتخبات الوطنية خطوة رائعة جدا أتمنى أن يتم البناء عليها شكرا نادي الزمالك على هذه الدعوة شكرا للنادي الأهلي على تلبية هذه الدعوة دعوة جاية في دوقتها بالتأكيد من نادي الزمالك والتوقيت أصبح مناسب جدا لتلبية هذه الدعوة خاصة أن الفترة الأخيرة كان في أحداث كثيرة جدا أبرزها بالطبع يمكن الفترة التي تعرض فيها معالي الوزير الصابق نايب رئيس النادي الأهلي رحمة الله عليه الوزير العمري فاروق كان وعقة صحية يمكن غياب عن الوعي لحوالي أكتر من 80 يوم إلى أن توفاه الله فبالتالي طول الفترة ذي كان صعب جدا أن يتم تنفيذ أي شيء على المستوى الرسمي سواء من زيارات أو حتى بعض الاحتفالات لأن كان توئيد صعب جدا على عائلة النادي الأهلي بشكل عام ولكن بعد ما الظروف سمحت الآن النادي الأهلي أعلن اليوم عن تلبية هذه الدعوة وبالتأكيد بشكر الناديين نادي الزمالك على هذه الفكرة وعلى هذه الدعوة وعلى طول كان فيه استجابة مباشرة جدا من النادي الأهلي وإن شاء الله غدا الدعوة النادي الأهلي هيلبيها وهيكون موجود في مقر النادي الزمالك في متعوبة حوالي الساعة 12 الضهر وبالتأكيد هيحضر فيها عدد كبير جدا من وسائل الإعلام ومن الصحف لتخطيط هذه الزيارة التاريخية ما بين أكبر ناديين مش بقول بس في الوطن العربي وفي القرى الإفريقية في الشرق الأوسط ويعني نقدر نقول في قرية أسي وفي قرية إفريقيا يمكن أكبر ديربي عليه متابعة جماهيرية وحضور جماهيري وأكبر ناديين يمكن عليهم متابعة جماهيرية كبيرة جدا على صفحات التواصل الاجتماعي هو ناديي الأهلي والزمالك نتمنى يا رب بإذن الله أن هذه الخطوة يتم البناء عليها الفترة اللي جاية وأعتقد فرصة طيبة بقى لأي حد بيحاول يصير التعصب ويصير الأزمات يبتعد شوية عن المشهد يعني المشهد مش محتاج إثارة أزمات مش محتاج يعني شغل ترندات على السوشيال ميديا الدنيا هادية العلاقة اللي بتربط الأهلي والزمالك علاقة تاريخية في فترة من الفترات لو حاول البعض أنه هو يعني يسبب أزمات بسبب توطر في العلاقة أعتقد دلوقتي الظروف لا تسمح بكل ذلك النديين دلوقتي كل واحد بيركز في شغله الأهلي بيركز في شغل الزمالك بيركز في شغله أي واحد هيحاول في النص بقى يعمل إثارة أزمة أو يعمل تعصب أعتقد هيكون الأمر كاشف لكل المتابعين في الكرة المصرية فكرة مين كان فعل مين رد فعل خلاص اللي فات فات لكن اللي جاي أعتقد الغلطة هتبقى فورة دلوقتي الناس بتحاول تبني جسور علاقة جيدة وأعتقد الزيارات اللي زي دي بيبقى تأثيرها الإيجابي على جماهير الكرة في الشارع تأثير إيجابي كبير جدا المنافسة موجودة المنافسة هتفضل موجودة ولكن منافسة شريفة منافسة شريفة محدش يتطرق للطرف الآخر محدش يحاول يسيء للطرف الآخر النادي الأهلي ككيان كبير وكنادي ليه مكانة كبيرة جدا سواء عربيا أو إفريقيا عمره ما كان تعرض لأي طرف في الرياضة المصرية أو في القرى المصرية بأي سوق فبالتالي الفترة الجاية نتمنى يا رب أن الكل يكون بيسير في نفس هذا الاتجاه طيب ده جانب متعلق بالعلاقات اللي بتجمع الأهلي والزمالك في الفترة الحالية وأنا أتذكر فترات طويلة جدا كنا بنشوف زيارات مهمة جدا واجتماعات مهمة جدا من أيام المرحومة عبداللطيفة برجيلا والكابتن صالح سليم والكابتن حمد أمام زيارات كبيرة جدا وحتى في عهد الكابتن حسن حمدي مع الأستاذ ممضوح عباس كانت دائما العلاقات القوية ما بين الأهلي ونادي الزمالك وهذه الزيارة التاريخية اللي بالتأكيد بتأتي في عهد الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي